هذا وقد أدنت الخارجية الفلسطينية المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارع جنوبة باس والتي أدت لاستهشادي ستة مواطنين من بينهم طفل وإصابت آخرين بجروح منها جروح خطيرة كما نددت الخارجية الفلسطينية باستخدام مقر وقالت غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا بالمخيم كمقر للقناصة وإطلاق النار على المواطنين محذرة المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية من سياسة الاحتلال الإسرائيلي جراء التصعيد الخطير في جرائم القتل بهدف جر الأوضاع إلى مزيد من التصعيد خاصة الاحتحامات الدموية التي تستبيح عموم الضفة الغربية والمخيمات بشكل خاص